مرحبا كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة أعطفية لبرج الجوزاء راح أحاول أحكي فيها عن مشاعر الحبيب نوية وإلى ما ستقول علاقتكما بالتوازي راح أتحدث كذلك عن مشاعرك أنت يا برج الجوزاء راح أعمله بطريقة المرايا كذلك راح أتحدث عن العذاب راح نشوف هل يعني في قدوم شخص يعني جديد بحيث وكما عودتكم أن هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع وفي احتمالية أن تكون قراءة عكسية كذلك وما تنسوا تعملوني لايك وسبسكرايب لقناتي تدعموني بالكومنت وشكرا لعلكون برج الجوزاء عم شوف يا برج الجوزاء على أنه أنت حاليا متعلق بشخص بشدة يعني عم شوفك مقادر تبتعد عنه بتضل طول الوقت تفكر فيه عم شوفك يعني 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 ممكن للبعض من برج الجوزاء بيعمل تخاطر بدته يعني يرجع هذا الحب كيف ما كان هذا الإنسان مقادر تبعد عنه بمرة كمان ممكن تكون أنت مرتبط ببرج الجوزاء عم شوف الحبيب أو طاقة الحبيب كتير هذا الإنسان زعلان زعلان لفقد شيء ما يعني هو فقدين ممكن علاقة فقدين شخص عزيز على قلبه ممكن تكون شخص بعيل تتوفى ممكن أي شيء فقدان شيء كان كان بحبه كان حلم بالنسبة له كان شيء كتير كبير وكتير زعلان عليه كمان عم شوف على أنه مشاعرك نحو هذا الإنسان كأنه أنتوا بتعدتوا عن بعض بيبين بالورق أنه أنتوا مبتعدين عن بعض مبتعدين عن بعض وكل واحد ممكن وصلته لمرحلة خسرته فيها بعض لأنه عم شوف كأنه أنت حصل لك شيء حسيت أنه هذه العلاقة خلص ماتت ممكن واقع شيء أو قلت له أنت حكي حسيت أنه خلص ما رح يعني يرجع لهذا الإنسان بالمرة لأنه أنا تجاوزت الحدود أنا عملت أشيء ممكن مستحيل يسامحني عليها أو الحكاية بالعكس حاولوا أنه إذا ما حسيت القراءة تنطبق هيك حاولوا تشوفوا عكسه عم شوف كذلك حتى مشاعره هو بيحاول يوازن مشاعره كأنه هذا الإنسان حاسس بألم حاسس بوجع حاسس بفوقدان شيء كثير عزيز على قلبه وعم يحاول يوازن بين حياته بين العمل وبين الحياة الطبيعية حاول يجد التوازن بحياته لأنه مو واجده أبدا حتى ممكن أنا عم شوفه عم يتمنى أن يعني أن تحكي معه ايه أوقيت بتذكر الأيام الحلوة اللي كانت مع اللي كنتوا انتوا مع بعض برغم في حنين في حنين للماضي انت وياه حتى أنت بتحس حالك أنه العلاقة وصلت لمرحلة ممكن ما ترجع أبدا عم شوف كذلك الأشياء اللي ممكن يعني كانت سبب أن الأعلاقة ما تتطور أو كانت ما بتحبه بالشريك عم شوفك كأنه كنت يعني أنت كشخص بتحب أن الأشياء تأتي بسرعة هو شخص ممكن شخص ترابي شخص تقيل بيعمل الخطوة بعد تفكير طويل وأنت شخص بتحب الأشياء تجي بسرعة ممكن لبعض منكم كان بدهم ترسيم علاقة كان بدهم يطوروا العلاقة يروحوا فيها إلى شيء يعني أبعد بس ما يعني حسيتك أنه هذا الإنسان لا يصارحكم بالحقيقة ما بيقولكم الأشياء اللي بقلبه بتحسوا كأنه هذا العلاقة خلص يعني لوين رايحه وأنا هذا الإنسان لا يحكيني عن مكنونات قلبه عم شوف كذلك الأشياء الأشياء ممكن يجي بي فيه أنه ما بينسيك حتى لو شو ما عملت ما بينسيك هذا الإنسان بيضال يتذكرت ذلك أنا عم شوف في الشريك الأشياء اللي ما بيحبهوه فيك على أنه أنت أنت حسيس أو قيد بتطلب منه اهتمام أكثر فيك بدك يعني اهتمام كتير كبير هو ما بده هشاغلي أو ممكن بيشوفه أشياء تافيه ممكن أنت بدك يسأل عنك كل الوقت وهو هذا الأشياء يعني ترهقه بتحسسه أنه يعني هو شخص شوية تحسه أنت بارد كذلك بما يتعلق بالأشياء الإيجي بي اللي بيحبه فيك هو عم شوفه بيحبك أنه لما أنت متنوع بالحياة يعني عندك كتير مواهب بالحياة عندك كتير أشياء ترغب فيها بفرد مرة تحلم أو تريد أشياء كتير عديدة وتسعى إليها وبحب هذا التنوع اللي في شخصيتك أنت كذلك عم شوف بما يتعلق بالنوايا أنا عم شوفه هو ينوي أنه ترجع هذه العلاقة إلى ما كانت إليه حتى يعني بده يصلح الأمر بده ترجعه لبعض لأنه عم شوفه بيضل يتذكرك هذا الإنسان ما نساك أبدا بما يتعلق بنواياك أنت ممكن شوي شايل بقلبك من ناحية هذا الإنسان ممكن عم شوف يعني شايل بقلبك جواتك عم شوفك كتير ممكن للبعض ما بيحكوا للبعض يعني قافل الأبويب وما بتحكي معه كذلك عم شوف على أنه يعني يعني يع هذا الإنسان يتزوجني ويطلب من يعني 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 يحكي لي بقلبه ويكون قرار حاسم أنه بده الزواج واستقرار يعني العلاقة يبتعد عني بنوب ممكن لأنه عم شوفك يا برج الجوزاء أنه خلص ملت أنه هذا العلاقة تطول من غير شيء جده كذلك عم شوف يا برج الجوزاء العشي أو إلى ما ستقول علاقتكما عم شوف أنا يا برج الجوزاء العلاقة رح تأتي يعني رح تتجدد عم شوف في بداية جديدة ورح تكون هذه البداية فيها توازن يعني رح تاخده تعطي فيها تحس أنه العلاقة أصبح فيها توازن فيها أخده عطا مو بس الشخص واحد اللي بيعطي بالعلاقة عم شوف أنه قوة الحب بيناتكم رح ترجعكم لأنه عم شوفكم أو طاقتك أنت يا برج الجوزاء متشبت بهذا العلاقة ومتشبت بهذا الإنسان مو قادر تنسى بالرغم من أنه في مشاكل بينك وبينك عم شوفكم عم تراقبوا بعض وعم تحكوا مع بعض كذلك حتى للناس العزيب عم شوفهم سيلتقوا بشخص جديد بحياتهم كمين عم شوف يا برج الجوزاء أنه رح تتعرف على شخص شخص رح يكون جدا جميل بهذا الشهر بس رح تتعرف عليه بمحد الصدفة الصدفة رح تكون غريبة عجيبة رح تتعرف على هذا الإنسان فيه ممكن رح تحس أنه أنت فرش بهذه العلاقة كأنه هذه العلاقة أحيت فيك أشياء جديدة ممكن يكون هذا الإنسان من مكان بعيد يكون مسافر يكون ساكن بمكان بعيد عنك مو يعني بنفس البلد اللي أنت عايش فيه أو مو بنفس المدينة اللي أنت عايش فيها عم شوف الطاقات اللي عم تطلع عندي بهذه القراءة عم شوف العقرب الجديد عم شوف كذلك برج الحوت برج القوس وعم شوف كذلك حتى كل الأبراج تقريبا كل الأبراج من أبراج هوائية نارية كمان حتى الثور عم شوف كل الأبراج تقريبا من هوائي لناري لترابة بس يعني الطاقات أو الأبراج اللي تطلع عندي هي القوس العقرب للحوت الجديد هيدا اللي بيطلع عندي رح أخذ نصائح للكون عم شوف أنه الأوراق تحكي على أنه رح تكون في علاقة متجانسة مع شخص ما ممكن حتى للناس اللي هني بهذه العلاقة والأحوال حاليا مش زابطة أبدا عم شوف أنه العلاقة بالمستقبل رح تكون جيدة جدا ورح يعني رح يكون في تجانس واتفاق والأتفاق وبالعلاقة رح يكون تاويزهم رح تلاقوا الأشياء التي تشملكون أنتو هذا الشريك كمان للناس اللي رح العزب اللي رح يلتقوا بشخص جديد عم شوفوا أنه رح يلاقوا حالهم معهم بصفة جميلة رح يحسوا أنه هذا الشريك التي كنت أبحث عنه كمان عم شوفهم رح يلتقوا مع بعض بمحد الصدفة يعني صدفة غريبة عجيبة كمان رح تخلق هذا اللقاء كمان ممكن لما تلتقي مع هذا الشخص رح تحس بفايد من المشاعر نحو هذا الإنسان كمان هون بيقلك مفتاح لصلواتك لتقبل هو أنه تنسى كل شيء كنت تظن نفسك أنه محتاج لإلو ممكن مثلا أنك أنبدي هذه العلاقة بالزبط ممكن تنسى هذا الموضوع تطلب من الله أن يعطيك كل شيء فيه خير ممكن يأتيك الخير بشخص آخر يعني تمام هون بيقلك اسأل الناس أو اسأل الناس اللي بتحسن رابعة على قلبك أو ممكن تسألني أنا أنه لساعدك في تحسين نفسك أوكي كأنه أنت يبرج الجوزة هدي دعوة لإلك أنه تسأل نفسك بالزبط شو بدك من هذه العلاقة هل هي علاقة صحية هل هي علاقة جيدة؟ إذا هل هي العلاقة جيدة فحاول أنه تتوازن مع الشريك إذا أنت ما بتشعر أنه منا متوازن العلاقة فحاول تلاقي حل تلاقي حل مع هذا الشريك لأنه عمشوف كل مؤادرين تبعدوا عن بعض مؤادرين تبقوا مع بعض بتضلوا تشرحوا بعض كمان عمشوف أنه هون بيقلك أي شيء بدك إيه حاول أنه تاخد بيسك أو تاخده كمغامرة وتعمله لأنه ما تخاف من الشيء الذي تريده حاول تعمله أي شيء بدك إيه كان عمل كان علاقة كان شيء أنا بيبين لي بالورق أنه حاول تحسن من نفسك حاول تشمل الدعاء بكل شيء ما تحددوا حاول تشوف الحياة بمنظار آخر وكذلك يعني هيدا بشرة للناس العزيب عمشوفهم رح يتقوا مع شخص جميل جدا رح ترتاحوا معه هيدا كل شيء بيتلاع عندي يا برج الجوزي بيتمنى أنه يكون حكيتوا لونه بتاع أتمنى لكم كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوني لايك وسبسكريب لقناتي شكرا 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 شكرا